واحد من أهم المكونات اللي هو الكاجو الكاجو الني هاي لما تنطبخ وتنخلط على الخطلات رح تعطيكم قوام كتير كريمي وسلس هلأ بالنسبة للجاج منقدر يانا نستخدم سدور لحال أو فخاد لحال أنا بحب أخلط التنين مع بعض بس كيف ننقطعهم؟ ننقطعهم إطاع متوسطة الحجم زي هيك تمام أول إشي رح نحتاج لبن اللبن هو رح يطري الجاج أربع معلق أكبار لبن على 800 جرام إطاع جاج مقطع صغيرة بدك معلقة صغيرة؟ طبعا شكرا بدنا معلقة كبيرة توم مفروم معلقة كبيرة زنجبيل طازة مفروم يعني زنجبيل عادتا أنا بفرومها بهاي وأنا على فكرة بستخدم القشرة كمان ما بأشرها بغسلها منيح بيحكوا الفائدة تبعاتها كتير موجودة بالقشرة ممتازة لذلك أنا أجعلها بس تخسلها كتير منيح ونستخدمها بهاي الطريقة سنحتاج لقرم مسالة اللي هي خلطة بهرات هندية ورح نحتاج لفلفل أحمر حار مطحون أنا هون عم بستخدم الفلفل الأحمر الحار المطحون الهندي اسمه كشميري تشلي هو اللي على فكرة بيعطي لون للطبخة اللون الحلوة بالبطر الشكن بس أنا هذا صراحة جايبته من البحرين اللي هم جايبينه من الهند هو مش كتير متوفر بكل بساطة نستخدم فلفل أحمر حار عادي اللي متوفر عنا مش هتفرق كتير بالضبط أنا من عشاق المطبخ الهندي بس هاي بالضبط يعني واحدة من أجربي بحيث راح هو أقرب شيء يعني شوية ممكن أقرب كوزين للكوزين تبعنا اللي هو الهندي من ناحية التبهير وناحية رز وخبز صح يعني إحنا نفس الشيء متعودين دائما هلأ رشنا رشة ملح وفلفل وهلأ راح نغلف الإطع الجاج بالخلطة الإبهارات واللبن هلأ زي كالعادة زي ما بنحكي لكم دائما كلما نقعنا الجاج مد أطول بيطلع أطياب وأطرى إذا ما عنا وقت هادي على طول نقدر نبلش فيه ونقلبه يعني حيفرق شوي يعني بالطعم وحيفرق حتى بالجاج بطر أكتر عشان في عنا لبن بالتتبيله صح فبطري أكتر أوكي هلأ إحنا عشان مستعجلين رح نبلش نقليهم على طول أش رح نستخدم أول إشيح نحط مقلايا كتير حامية رح نزيد معلقة كبيرة زيت نباتي ورح نزيد معلقة كبيرة كمان زبدة يعني بطر شكومي غير بطر مش بتزبطة لسه البطر جاي لسه البطر جاي بآخر الأكلة زكتها بالزبدة الصوت الصوت هذا من أحلى الأصوات هلأ بنا نقلب الجاج وبنا نتأكد أنه يعني على قد المقلاية عشان بدنا كل قطعة تتغلف بالزيت والزبدة وتتقلق ميح إذا حطناهم كلهم مع بعض يحيصير زي كأنه عم بنسلق سلق تنزل ميتون فبكل بساطة يا مقلاية كثير كبيرة أو منقدر نقلبهم على مراحل عشان نتأكد أنهم عم بتشوحوا بطريقة صحة بنفس المقلاية بنزيد بس تكت زيت حسنا هنا زدنا تكت زيت رح نزيد بصل بصل يعني عادي قطعو كبير صغير مثل ما بدكم عشان حنستخدم خلاط وكل المكونات رح أما نخلطهم مع بعض تمام حنزيد توم 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 ورح نزيد زنجبيل تمام تمام وهلأ منقلبهم دقيقتين طيب إيش هتحطي هلأ؟ هلأ رح أزيد هاي ومنطلع فاصل عشان هدول بالضبط طيب ثلاثة أربعة دقائق هلأ أما بعد ما المعجون بندورة قلبناه تقريبا مع البصل والزنجبيل والتوم لمدة ثلاثة أربعة دقائق هلأ سنبلش نزيد البهارات المطحونة والبهارات الصحيحة فرح نبلش ببودرة بصل بودرة توم سوف أبدأ سأبدأ بالثومة تومة حسنا نضع فلفل أحمر حار كاشميري أو زي ما حاكيت أي نوع فلفل وملائي كثير مهم في المطوخ الهندي هو وراء الحلبة هو متوفر بكثير محلات فنزيد بعض جدد معلقة صغيرة ماذا؟ نعم راحتها ليس كثير جلوة بس يعني يضحل الواحد وهو يفعل الأكل ونضع فلفل أسود حب راح نحط تقريباً 5 حبات كبشة إرنفل بهارات صحيحة راح نحط 5 حبات هيل وبرجع بكرر 5 حبات هيل راح نحط عدان إرفة وآخر إشي راح نحط بهارات القرم مسالة أهم وكون بالضبط القرم مسالة بتقدروا تعملوا بالبيت إذا بتحبوا طبعاً نزلتها على صفحتي على الإنستغرام طريقة القرم مسالة كيف تعمل بالبيت البهارات موجودة أنا متأكد بكل البيوت هل هي خلطة البهارات يعني آآ ولا أسهل منها تمام بهذه المرحلة شو هنعمل راح نزيد تقريباً كيلو بندورة اما تقدروا تستخدموا بندورة العلب اللي بيجوا عشكل معلبات المؤشرة أو بتقدروا تستخدموا بندورة فراش اللي بريحكم يعني التنين بيضبطوا فأنا اليوم قررت أستخدم البندورة المؤشرة عشان ما نغلب إميانال واحد من أهم المكونات اللي هو الكاجو الكاجو الني هاي لما تنطبخ وتنخلط على الخطلات رح تعطيكم قوام كتير كريمي وسلس يعني هون هاي زي زي الكريم هاي بتعطي اللون حلو شو عمل أنا يعني هاي خطوة اختيارية بتسهل وقت ما نخلط بنقعها بمي بنقعها بمي كم من ساعة تطرى ونجد بالضبط تطرى وبتنخلط على الخطلات على طول إذا ما عندكم وقت عادي تقدروا هلأ الكاشو كثير مهم الصراحة مكون كثير مهم إذا مو موجود بنقدر نستثنيه بس هو ليه يستخدم عشان نطري نوع طري هلأ ما حيزبط لوز ما رح يزبط جوز طعمهم شوية قوي بيكون وليس بس هيك لما ينخلط على الخلاط رح يضل حبيبات حبيبات هاي رح تطلع زي الكريمة تمام؟ هلأ مننزيد مش سكر بني سكر أبيض معلقتين كبار غريبة اه المطبخ الهندي كثير بيستخدم السكر ورح نزيد معلق ونصف خل ورح ايش نعمل بهاي المرحلة؟ مطبخهم رح نخليهم ينطبخوا على نار هادية لمدة تلت ساعة تقريباً لحد ما يتسبك معانا يعشان هون اي ماذا نحركها ايه هلأ خليحكي على القرى مسالة هلأ عم بقرة عنها قاعد ياسمين المكونات تبعتها هي بهارات محمصة بالزبط عشان نطلع الفليذرل فيها عنا شومر عنا فيها كبش قرنفل هيل قرفة في هيل أسود كمان فيها هيل أسود هيل أبيض كمون كزبرة حب حب وفلفل حار نعتبر انه خلطناها وصارت معانا كثير سلسة شو منعمل؟ مناخد بعد تلت ساعة من الغلي منخطها 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 بمصفاية ومننزل الخليط عشان نصفي أي شيء سيكون قشر البندورة أو الكاجو ليس مطحون ستصفي عندنا لأننا نأخذ الطعم الثلث أو القوام الثلث حسنا نفعل في هذه المرحلة سنزيد كوب وربع كريمة هلأ فيه كتير ناس بفكروا انه البتر تشيكن بنحط له كريمة جوز الهند لا بنقدر بس الاصل كريمة عادية والمكون الاساسي زبدة اوكي زبدة باردة بدك انت مش كنت تأكلها وانت صغير اكبر بزموط ايش اوكي هاي قطعة زبدة باردة رح نحطها هون وليه زبدة باردة عشان لما زبدة باردة تمسك السلسل السخنة برضو رح تخليها تكثف وتصير كريمة اكتر هاي جهزة عندي الجاج اللي قلنا قبل شوي مع الجوزز رح نرجعها وهيك بنكون خلصنا اطيب بيتر تشيكن بالعالم نحن نحتاج لتمنمية جرام اطاع جاج مقطعه من غير عظام ومن غير ومن غير جلد رح نحتاج ل معلقة كبيرة زنجبيل نص معلقة كبيرة توم مفروم معلقة صغيرة قرم مسالة ورح نحتاج ل فلفل احمر مطحون هو كاشميري تشيلي بس منقدر نستخدم الفلفل الحار العادي ورح نحتاج لأربع معلقة كبيرة لبن هاي لنقعة تشجاج لما نيجي نبلش بالبرر تشيكن رح نحتاج ل معلقة كبيرة زيت معلقة كبيرة زبدة بصل مقطعه توم وزنجبيل ومعجون بندورة بالنسبة للبهارات زي ما حكى الشفص الضام هلأ مليان ابهارات هي رح نحتاج لبودرة توم بودرة بصل فلفل احمر حار هنحتاج لبهارات صحيحة اللي هم الفلفل الاسود هيل كبشة رنفل وارفة ورح نحتاج بهارات هندي اسمها القرم مسالة اللي هي متوفرة بكل السوبر ماركتز ورح نحتاج ل ميتة جرام كاجو ومن اهم المكونات بالبرر تشيكن هي الأوراق الحلبة ورح نحتاج مرقة جاج كثير هو فيها ورح نحتاج كريمة الطبخ وأكيد زبدة وخل وسكر ترجمة نانسي قنقر